تحياتي لجميع مع كوب ميلاد هذا يوم مهم جدا لشركة كانون وللاشخاص الذين يحبون منتجات كانون فكانون اليوم أعلنت عن إصدار عدة كاميرات ففي هذا الفيديو سوف أتحدث عن هذه الكاميرات بشكل سريع طبعا سوف يكون هناك مراجعة عملية لكل كاميرا على انفراد وأيضا مقارنة بين هذه الكاميرات وما يقابلها من شركة نايكون فعمليا أول الكاميرا هي كانون 750D وكانون 760D أيضا الأسماء في الولايات المتحدة تختلف لها أسماء أخرى وهي كانون T6S وكانون T6I فعمليا هي نفس الكاميرات ولكن الأسماء تختلف في الولايات المتحدة والاختلاف بشكل سريع بين كانون 750D وكانون 760D هو اختيار بسيط جدا وهو في تصوير الفيديو فكانون 760D تنطيك أن تصور فيديو مع إمكانية HDR فيديو مع إمكانية أو وضع HDR طبعا هذا هو الفرق الأساسي بقية معطيات الكاميرا هي متشابعة فعمليا هذه الكاميرا تأتي مع مستشعر كروب فريم أيضا الشيء الممتاز في هذه الكاميرا أنهم قاموا بتطوير مستشعر جديد لم يستعملوا نفس المستشعر الموجود في 70D أو 7D Mark II فهو مستشعر جديد يحمل 24 ميجابيكسل أيضا تم إضافة نظام فوكس جديد يحمل 16 نقطة فوكس حسية الحساس على المستشعر الضغطة 30000 إلى 12800 ISO طبعا بالمقارنة هذه الكاميرا مع الكاميرات التي سبقتها وهي 700D تم تحسين تقريبا كل شيء شاشة العرض أفضل إمكانية تصوير الفيديو في هذه الكاميرا هي أفضل مستشعر الكاميرا هو أفضل فعمليا تم تحسين كما ذكرت في جميع هذه الأمور طبعا هذا فقط إعلان عندما يبدأ توزيع الكاميرا سأكون الأول بعمل مراجعة لهذه الكاميرا أما سعر Canon 750D فهو 750 دولار و Canon 760D هو سعرها 750 دولار يعني في فرق 100 دولار بين الكاميرتين والكاميرا الثانية التي أعلنت عن إصدارها شركة Canon هي Canon 5DS طبعا يوجد أيضا إصدار آخر لهذه الكاميرا وهو Canon 5DSR والفرق هو بين الكاميرتين أن في Canon 5DSR تم إزالة فلتر خاص الذي يعالج التموج الذي يحصل بسبب خطوط متقاربة من بعضها طبعا سوف أوضح هذا الأمر عندما أحصل على الكاميرا طبعا سوف يكون فرق في السعر بين الإصدارين ف Canon 5DS سعره هو 3700 دولار أما Canon 5DSR فسعرها 3900 دولار طبعا هذه الكاميرا أتت لتحيل محل 5D Mark III تم تحسين جميع الأمور في هذه الكاميرا والكاميرا تحمل مستشعر جدا خارق وهو Full Frame مع 50 ميجا بيكسل أيضا تم تحسين نظام الفوكس في الكاميرا هناك معالجين من نوع Geek 6 في الكاميرا تم تحسين شاشة العرض الآن هي بحجم 30 نقطة إنش أيضا تم تحسين قدرات تصوير في الكاميرا لا أريد دخول في كثير من الأمور التقنية طبعا بمراجعة وقراءة جميع بيانات الكاميرا هي جدا قوية على الورق هي حسب رأيي هي أفضل من D110 ولكن سوف أنتظر حتى أحصل الكاميرا وأقوم بعمل مقارنة مع D110 وبصراحة جدا متشوق لتجربة هذا المستشعر وهو 50 ميجا بيكسل في هذه الكاميرا فمرة أخرى كاميرا جدا قوية أنصح جميعا بعمل مشاركة لهذا الفيديو وانتظروني كما عودتكم دائما سوف أكون أول شخص يقوم بمراجعة هذه الكاميرا وطبعا أيضا سوف يكون هناك شرح كامل للأزرار والقوائم في هذه الكاميرا في المستقبل القريب مرة أخرى أنصح الجميع بعمل مشاركة للفيديو وأيضا تشجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي أتمنى لجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد